طبعا من المضحكات إلا إنه فيها جانب مبكي من المضحكات جدا جدا إنه يتقال أصل وزارة الأوقاف الأئمة ليهم تارجت في سكوك الأضاحي ده شيء يهلك من الدحك إنه حد يطلع شائعة بهذا الشكل المبكي في الموضوع إنه بعض الناس صدقت إنه فيه تارجت مستهدفات يعني كل إمام عليه مثلا إنه يجي خمس سكوك في اليوق إحنا جيدنا هزك يعني أنت تصدق إنه ده يجرى أصل المسألة كلها متعلقة بالمقدرة المادية وبنيتك أنت عاوز تعمل ده ولا مش عاوز تعمل ده عاوز تعمل السك ولا عاوز تتبح بنفسك عندك الملائة المالية لده ولا ما عندكش الملائة المالية لده إيه اللي هيخلي الوزارة تعمل كده وبالتالي شيء مضحك إنه كانت تطلع شائعة بهذا الشكل وبالفعل وزارة الأوقاف نفت تماما هذا الكلام وأكدوا إنه المشاركة في جمع سجوك الأضاحية وأمر اختياري جد وإنه بيتم بشكل تطوعي من قبل بعض الأئمة ودون أي إجبار أو فرض أي جزئات على اليوم الوزارة هنا بتناشد المواطنين لو سمحته جماعة لا يداعي إنك تمشي تتسحب تنساق وراء هذا الشكل من الأخبار المغلوطة وإنه عايز تعرف الحاجة لو سمحت أرجع للمصدر الرسمي بس كده خلاص ده جزء بالمناسبة من واجبنا إنه ننقل عن هذا المصدر الرسمي فأقول لك إيه اللي بيحصل في مسألة سقوك الأضاحية على سبيل المسلوى ما هو متعلق بوزارة الأوقاف ترجمة نانسي قنقر